موسيقى خلينا نبدأ مرحبا عنوان الفيديو تسارع كبير في الأحداث على الأرض وهل سيقف إطلاق النار؟ هل هناك أمل أنه يصير في وقف إطلاق النار؟ أول شيء بدي يقول أنه إسرائيل ماضية في حربة على حزب الله في لبنان وما عبتلتفت لوراه وفي ناس طبعا على المنصات الإعلامية يمكن بسبب طول وقت الفراغ اللي عبيلاقوه بيحكوا عن مبادرات السلام التي يمكن أن تؤدي إلى وقف لإطلاق النار يا ريت يعني أنا شخصيا بتمنى هذا الشيء يقول لك مثلا هذول اللي عبيحكوا عن منصات أنه نجيب ميقاتي راح على لندن والتأى بوزير خارجية أمريكا بلينكين وين؟ في لندن وآموس هوكشتاين هو المبعوث الأمريكي للبنان إجا على لبنان صار إجا عشر مرات عشرين مرة ما بعرف قديش واجتمع مع نبيه بري وأنه فيه كمان اجتماعات في القاهرة وفي الدوحة من شان مو بس من شان لبنان مشان غزة في لبنان وأنه أردغان عبي يخبر بوتين أنه يا أخي سرعونا اللقاء مع بشار الأسد يعني صور أردغان عبي يطلب من بوتين أنه يخليه يجتمع مع الأسد بأقصى سرعة وممكن إذا اجتمعوا يعملوا صفقات بين بشار الأسد وأردغان بين غرب الفرات وشرق الفرات يصير مقايضة على الأهالي أو السكان في الطرفين وبمجرد ما الحكومة التركية عم تعلن عن صلح أو محاولات صلح مع الكرد هون بتبدأ العمليات الإرهابية في أنقرة ما بعرف شوها الصدفة الغريبة يعني وبيقولوا لك أنه إذا ترامب نجح بده يوقف الحروب والدنيا صايرة مثل ما بتقول دبس وطحينة ما بعرف إذا هو وقت اللي بيحكي هذا الكلام انتخابي ولا لا لأنه إيقاف الحروب مانو بهالأمر السهل حتى بالنسبة للرئيس الأميركي لأنه فيه تشابك في المصالح وفي العلاقات وفي العداءات بين الدول فما بنعرف المهم على ذكر ترامب أنا حكيت عن لقاءه بمسلمين أميركان طبعا معهم جنسية أميركية قالوا أنه نحن من أيده لترامب في حملته الانتخابية وذكرت أنا معلومة أنه هو عم يحكي عن ترحيل اللاجئين من أميركا بشكل عام يعني مو المسلمين لحالهم وأنا اكتشفت بعدين أنه كلامي كان غلط من هاي الناحية أنا بعتذر فورا إذا غلطت فيه ترامب بتبين أنه إله تصريحات ضد المسلمين بشكل خاص وهذا الشي بيخلينا ندور على كلمة مناسبة اللي بتنقال فيهيك موقف وهي بتعرف أشو؟ يا سيدي ألعنين وأضراطين يعني هدولة المسلمين اللي حكينا عنهم اللي مأيدين ترامب صارين مثل مفتي القدس محمد أمين الحسيني اللي راح في الأربعينات القرن الماضي على ألمانيا والتقى بهتلر وقالوا نحن جاهزين للتعاون معك وعملوا كتائب إسلامية تأييد لهتلر وراحوا صاروا يقولوا الجماعات الإخوانية المسلمين وغيرهم أنه هذا راح يكون بدي أعلن إسلامه وبيدي يصير حج محمد هتلر مع أنه هو كان يحتقر العرب ويقول أنه هن أدنى عرقيا وأنه هن مخربين للحضارة فتصور نحن يعني الآن نفس السيناريو عم يتكرر أنه هدولة ترامب بيصرح أنه أنا بدي رحل المسلمين وهن بيروحوا بيبايعوا قول هذا موضوع بيخصهم عكل حال وأنا بالنسبة للانتخابات الأمريكية قلت أنا أنه أي واحد من الرئيسين رح ينجح بدي يفيد أمريكا ما بيفيدنا إنا بيختلفوا سياساتهم واحد عن الثاني بشي بسيط يعني حتى من ناحية إيران ممكن الطرفين يكونوا مع عملية احتواء إيران ولكن بيختلفوا في الوسائل ونحن بالنسبة إنا أنا بشوف إنه إيران من الأعداء اللي دودين إلنا ولا استقلالنا ولا حياتنا ولا مستقبلنا إنه أحسن إنا إنه نستغرق في التفاصيل اليومية للحرب الطاحنة ولا منحكي عن الخيبة تابعنا والجدبانة تابعنا كيف يعني التفاصيل اليومية يعني تقدموا الدبابات الإسرائيلية وردوا عليهم حزب الله وإسرائيل دخلت إلى منطقة الخيام هاي نقطة استراتيجية بدباباتها وإنه أسرت شخصية كبيرة جدا في حزب الله بيعرف وين محطوطة الأسلحة وعب يدلون عليها صلهم أسبوعين عب يحققوا معه وإن الأنفاق صايرة وإن بيعنا طابق وبيعنا محل هذا الشيء كله عب يستفيدوا منه هلأ نحن الاستغراق بهذه الأحاديث بهمنا أكتر وش قد عب تخسر إسرائيل وش قد عب بيخسروا جماعة حزب الله وش قد عدد اللي تهجروا في لبنان بلغوا المليون ولا ما بلغوا المليون وبيستقبلوهم ولا ما بيستقبلوهم هاي التفاصيل اليومية نحكي فيها اللي منحكي بخيبتنا وجدبتنا أحسن نحن دائما بتمشي المي من تحتنا هذا المثل بيقوله إذا واحد عب يصير شي هو مو حاسس بيقوله المي ماشي من تحته مو حاسس أصح تقول أنه مو بس مي أنهار وسواقي عب تجري من تحتنا ولا نحن منتبهين ولا منحط هاي المياه اللي عب تجري من تحتنا على بالنا ولا عبال صرميتنا مثل ما بيقول وليش نحن متعودين متعودين على الغفلة أنا ما عندي مانع أنه يطلع واحد يقول لك انتصرنا لأنه هذا اللي عبيقول أكيد واحد نصاب وبلاف تاجر أرواح وتاجر حروب وشعوب وتاجر أوطان ليش لأنه في هزيمة على الأرض وهو عبيقول لك انتصرنا ومع ذلك مشكلتي مو معه مشكلتي مع الجماهير مع الملايين اللي بتصدق هذا الكلام وبتهلله وبتكبر له بتحب تعرف مين هن البلافين اللي عبيقولوا انتصرنا الجواب كتيرين مو بس فايزة دواري بالمناسبة عندك علي خامنئي بعد الضربة الإسرائيلية لإيران بدل ما يقول أكلنا صواب إيسري وتدمرت دفاعاتنا الجوية ومصانع صواريخنا الباليستية ومصانع المسيرات تبعنا بيجمع حواليه المنحبك جية تبعه وبيحتفلوا بالنصر هذا مصالح المنحبك جية ظهر عنا نحن في سوريا بسنة 2007 لما بشار الأسد ترشح لاستفتاء بعد سبع سنين أول شي بالألفين بالألفين وسبعة صار إلو استفتاء فكانوا ينشروا الصور ويكتبوا تحتها من حبك بعدين صار اسمهم المنحبك جية بعدين في سنة 2011 لما صار يقولوا مطرح ما الأسد بيدوس منركع ومبوس صار اسمهم المنركعجية بيطلع هون مثلا ناصر قنديل بيحكي عن الخسائر والبلاوي الزرقى اللي عبتتعرض له أو عبتتكبده إسرائيل على فكرة هذا شي صحيح فيه خسائر عند إسرائيل وخاصة في لبنان يعني في غزة ما خسروا مثل ما عبيخسروا في لبنان وهذا شيء متوقع بالألفين وستة خسروا كتير رغم أنه هن بالأخير انتصروا الإسرائيليين هن اللي انتصروا طبعا بالألفين وستة وهن اللي فرضوا شروطهم حتى بقرار ألف وسبعمية وواحد اللي ما تطبق لو تطبق كانت القصة كلها منتهية وعندك عبد الباري عطوان اللي بيعرض علينا أحلامه المستقبلية أنه أنا بدي يروح صلي بالقدس لما بتتحرر بس ما بصلي غير وراء حسن نصر الله هلأ صار معه مشكلة عبدالهادي أنه حسن نصر الله ما ضل قال بصلي وراء صفي الدين هاشم صفي الدين كمان ما ضل هلأ ما بقى في حل غير أنه يصلي وراء نعيم قاسم ونعيم قاسم سلموه رئيس حزب الله ورح ع إيران ما صار جا يقعد لأنه فلشوا هدو الدول إسرائيليين أنه وين من رح أتمنى نجيبك وهذه بالنسبة له مشكلة هذا الرجل لأنه كمان هو مسكين أنه هو ما نو من السيدة أو السادة هذول اللي بيحطوا بيع السوداء القلونس والسوداء هذا يعني مثل الشيعة هو درجة ثانية الدرجة الأولى هنه جماعة اللي بيحطوا القلونس والسوداء هذول اسمهن آل البيت هو شيخ ودارس هو معه شهادة الجامعية وصار من أول ما أسسوا حزب الله صار نائب أول شي لعباس الموسوي بعدين صار نائب لحسن نصر الله وهلأ حظه السيء قاده باتجاه أنه يصير رئيس الحزب ويصير على قائمة المرشحين للاغتيال بالنسبة لإسرائيل وما بعرف إذا عبد الباري بيقبل يصلي وراء نعيم قاسم هاي إذا الله خلى مع أنه نظريا حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ونعيم قاسم وكل هاي الطرقة هنه اللي لازم يصلوا وراء عبد الباري ليش؟ لأنه حسب ما بيحكي هو عبد الباري أنه قال له صدام حسين قبل ما يموت قال له أنا ما بخاف بقى على الأمة الإسلامية والعربية طالما فيها عبد الباري عطوان حكي حكا بيملو تمو عبد الباري أنه طمّن هو صدام حسين عم استقبل الأمة العربية طالما أنه فيها عبد الباري ولذلك هذو كمين بيطلعوا جنب عبد الباري لازم هنه اللي يصلوا وراء نعيم قاسم في خطابه مبارح بيأكد نفس الكلام أنه حزب الله انتصر شوف هاي بذكروا يوم اللي طلعت مسرحية ضياء التشرين عبي يخطب هذا نهاية قلعي كان وعبي يغطع الهزيمة أنه نحنا نصمدنا ونحنا وكذا وكذا قام إجا واحد وشو وشو قال له عم تحكي جد قال له ايه قال له اسمعوا عم يقول لأهل انتصرنا والله أنا مالي خبر وهذا نفس الشي الزلمة انتصار شوف أنت المفاوضات شغالة حول رجوع حزب الله إلى شمال اللي طاني يعني حزب الله بلاش يقبل أنه أنا برجع أو يفاوض أنه برجع لشمال اللي طاني اللي هو هذا مطلب إسرائيلي كان حزب الله رافضه وفصل مسار جنوب لبنان عن مسار غزة كمان عب يقبلوا فيه وما عنده حزب الله مشكلة بعودة سكان الشمال الإسرائيلي من خلال المفاوضات طبعا لبيوتهم وبالأخير بيقول لك شو انتصرنا والمن حبك جي بتصفق خمسة وثلاثين مليار دولار قدروا تكلفة إعادة الإعمار في لبنان حتى الآن حتى اليوم خمسة وثلاثين مليار إي لأ انتصرنا نحن مؤتلنا كام عسكري لإسرائيل مو ضربنا بيت نتنياهو إي صعي ما صبنا بس ضربنا يعني هو صعي إنه قتلوا من عنا كل القادة ما تركوا حدا واللي ظل هلأ موجود راح تخبه في إيران بس يا أخي هذا هاي من علاقة من نصر بيقول لك هذا نصر تكتيكي هذا شو اسمه النصر تكتيكي على قولة هذا المطرب الكوميدي الفلسطيني اللي كان يغني اللي ياسر عرفات بيقول لواحد بيقول له لازم تكون تكتكجي ابن تكتكجي يام تكتكتكتكتك هذا نصر تكتيكي رهيب فعلا خرج واحد يسمعه الغني تبع هذا الرجل عبدالله حداد وفي دراسات بتقول شوف أنا يعني استغربت هاي الدراسة بانه غزة بده 350 سنة لترجع متل ما شو متل ما كانت بستة أكتوبر مو انه تصير كبيرة وواسعة ومبنية وكذا لا ترجع متل ما كانت بده 350 سنة طبعا اللي عبيحكي عبيقدر انه هو شعب غزة بده يقوم يشتغله اما اذا اجت بقى دول ونفطية ومصاري ومليارات وطريليونات الدولارات ممكن تصير ب عشر خمسة ع السنة مثلا ممكن تتعمر حزن والله متل ما بتعرفو خسر خسارات كبيرة واسرائيل عبتقصف الآن بعلبك 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 هاي في البقاع المدينة الأسرية العظيمة عبتنقصف وعب يعطيهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أدروعي أفخي أدروعي يعطيهم تنبيه انه طلعوا من فلان بلد فلان بلد بيقوموا بدي يطلعوا لانه مثل ما بيقولوا الحل الحي أفضل من الميت عنا في معارض مصرين مثل شعبي بيقول إذا واحد عرض عليك كذبة يعني انت شفت واحد كذب عليك وبيقلك أنا سمعت من فلان هو حتى بما أنه الكذبة كبيرة بشافك استغربت بيقلك أنا سمعت من فلان هون اش تقل له انت لك يا أخي انت معقولة منك أنه تروح تعير عقلك لهيك حكي معقول هذا الكلام مقبول بيدخل بالعقل انت اليوم أصدي ابن هاي البلاد وأنا منهم طبعا لما بقول انت بكون أنا معهم عايرين عقلنا لللي بيسوا واللي ما بيسواش منصدق علي خامنقي لما بيقلنا أنه استشهاد السنوار وحسن نصر الله كان يعني حرفيا هزيمة إسرائيل يعني مو أتلونا ايه أتلونا ولكن هن اللي يخسروا شوف بقى انت وبنفس الوقت منصدق بزشكيان لما بيقول الحرب مو بس مدافع وصواريخ ممكن تربح الحرب بالبناء والتقدم الاقتصادي يا سلام يا سلام أنا شخصيا بتبنى هذا الكلام اللي عم يقوله بزشكيان يعني فعلا انه ليش الحرب أصلا البناء والإعمار والتقدم الاقتصادي هو مربح لأي بلد بيصير فيه السؤال هو التالي ليش ما حاربت حماس بالبناء والصناعة والزراعة وبإقامة دولة ديمقراطية تقوم على حقوق الإنسان في غزة يعني أحسن من الشيء اللي عملته ليش ما التزم حزب الله بالإرادة اللبنانية واشتغل مع بقية اللبنانيين على خدمة لبنان وتطويره مو أحسن ما يخود حروب ويعرض الوطن اللبناني لهزيمتين كبار خلال 18 سنة المشكلة أيها العربي المسلم يا أبن بلدنا مو بس بأنك بتصدق الأكاذيب اللي بيرفضها عقل ولد الصغير وبتتبنها وبتدافع عنها المشكلة أنه ما فيك عقل بالمرة أو أنه حجم الجمجمي عندك كبير وحجم العقل أو المخ الصغير وبهلحالة ايش بيصير بيصير بيخض العقل بيخض ضمن أرعة الراس ولذلك عندنا بالمثل الشعبي بيقولوا جوزتين بخرج الخرج هو شيء بنحط فوق ظهر الدابة وإلو من هون فتحة ومن هون فتحة فإذا أنت عبيت الفتحة الأولى لعليمين جوز هذا اللي بيأكلوه يعني والليسار عبيتها جوز ومشيت ما بيخض الجوز لكن إذا حطيت جوزتين من هون جوزتين من هون ومشيت بتلاقي عم يخض ولذلك هون العقل تبعنا هو جوزتين بخرج ومنلجأ بالأخير هذا العقل الصغير تبعنا بيأخذنا لوين على نظرية المؤامرة حتى نظرية المؤامرة ما بتطر هذا الإنسان اللي عقله صغير أو عقله جوزتين بخرج ما بيضطر إنه يشغل عقله في ناس مختصين بيجيبو لك نظرية المؤامرة على طبق من ذهب هدول أنا في فيديو سابق سميتهم النظامير يعني صاحب نظرية المؤامرة سمينا نظمور والجمع نظامير تصور حرب طاحنة عم توصل لمستوى تكون حرب وجودية صفرية تدميرية بين إيران وإسرائيل وبيجي واحد نظمور أش بيقلك بيقلك إيران وإسرائيل الصحاب هاي تمثيلية وحتى يجهز على عقلك اللي بيخض خض سلفا بيقلك من كل عقلك أنت عبتصدق إنه عبتحاربوا لكان شو حضرتك بيقلك هدول عبتقاسموا بلادنا ما عبتحاربوا فمت؟ يعني عب يعملوا تمثيلية مشان يشغلونا ويخلونا نفكر نحن إنه عبتقاتل وبس إني بالأخير بدون يتقاسموا بلادنا هيك المؤامرة بتقتضي إنك تكون مخلص إلي بصراحة في شي من هاد أصدي إنه عبتقاسموا بلادنا وهاي ما اسمها مؤامرة هاي اسمها مصالح الدول القوية لما بتشوف في العالم بقعة جغرافية فلتانة ما لصاحب بتجي كلها لتتقاسم هاي بتتصارع عليها مشان تتقاسمها مشان كل واحد ياخد له شئفة كان الشعار في الحرب العالمية الأولى إذا بتتذكروا اسمه تقاسم تركة الرجل المريض صدق نحن كنا يمكن بالتامن بالتاسع بكتاب التاريخ كان عنا درس كانوا يقولوا قامت الحرب العالمية الأولى من أجل تقاسم تركة الرجل المريض والرجل المريض هو مين هو السلطنة العثمانية لأنه السلطنة العثمانية كان عمرها قديم قرون يعني واترهلت وصارت فيها متل ما تقول فساد وديكتاتورية وصارت غير ملائمة للعصر الحديث فبدون يسقطوها لهاي الأمبراطورية أو يفككوها ويتقاسموا البلاد اللي هي مسيطرة عليها اللي هي بالأصل بالنسبة للأتراك مو قلن يعني هاي البلاد تبعيدنا نحن اللي اسمها بلاد الشرق الأوسط المنطقة العربية هي مو قلن ومع ذلك كانوا آخذين ضلوا فيها أربعمائة سنة ووجوه دولة بدون يتقاسموها اللي هن مين فرنسا وبريطانيا اللي هن ربحوا الحرب العالمية الأولى تعالى نحكي شو صار بعدين تقاسموا التركة ناس أخذوا الفرنسيين والبريطانيين فلسطين وناس أخذوا مصر وناس أخذوا الجزائر وناس أخذوا فرنسا أخذت سوريا ولبنان العراق أخذتها بريطانيا يعني تقاسموا هاي المناطق بين بعضون الدولتين ودخلنا في عصر اسمه عصر الاستعمار هاي المرحلة استمرت إلى نهاية الحرب العالمية التانية يعني في سنة 1945 وورا يعني النصف التاني من القرن العشرين كان غير النصف الأول نصف الأول عصر الاستعمار النصف التاني هو عصر نهاية الاستعمار وكانت أمريكا اشتركت في الحرب في آخرها وهي اللي حسمتها لما انضربت نغازاكي وهيروشيما بالقنبلة الزرية وطلعت منتصرة ومرتاحة يعني بريطانيا وفرنسا خسروا جنود وخسروا كتير كتير معدات والآخرية إنما طلعت أمريكا مرتاحة وأمريكا هي اللي ساهمت في إنهاء عصر الاستعمار وهي قالت صراحة للدولتين هدوكة إنه نحنا بدنا نغير بقى السياسات الدولية ما بدنا أنت تمسك دولة تاخدها والتاني ياخد دولة يعني ما قبلت أمريكا بهذا الشي ولذلك لما صار العدوان السلاسي على مصر في سنة 1956 أمريكا رفضت الاشتراك إلى جانب فرنسا وبريطانيا وإسرائيل في هاي الحرب وما كانت موافقة حتى على الحرب وفي سنة 1957 الرئيس الأمريكي آيزن هاور هذا حكم أمريكا من سنة 1953 للألف وتسعمية وواحد وستين يعني دورتين هذا من الرؤساء اللي كانوا بعتبروهم مهمين جداً في أمريكا هذا الرجل طرح في سنة 1957 بعد حرب الف وتسعمية وستة وخمسين هي اللي سحرب القناة تأميم القناة طرح مبدأ سموه مبدأ سد الفراغ أو ملء الفراغ وأيضاً عرف باسم مبدأ آيزن هاور يعني إذا بتدخل على جوجل وبتكتب مبدأ سد الفراغ أو مبدأ إزن هاور بيطلع لك النتيجة وبتقرأ عنه بالتفصيل ملء الفراغ إنه هاي المنطقة اللي عبي قوده جمال عبد الناصر راح عبد الناصر عمل شيء اسمه دخل في شيء اسمه عدم الانحياز أنه أنا لاني مع أمريكا أو المحور الأمريكي البريطاني الفرنسي ولا أنا مع الاتحاد سوفيتي هذا اسمه عدم الانحياز و خرج الاستعمار من هاي البلاد كلها لأنه مصر بتعرفوا بـ 52 سلالة الملوك اللي كانت عبتحكم بوجود الإنجليز كمان انتهت وسوريا طلعوا بالـ 45 ولبنان تحررت وأكتر هاي الدول تحررت هون الفراغ شو يعني يعني إنه ما في ما نماشين هون بالنسبة للمصريين وهي أهم دولة في المنطقة ما نماشي بحلف أميركا إذا ممكن نيجي السوفييت يعني من خلال الشيوعية من بدأ عبي الفراغ إذا ما عبوه السوفييت لازم نحن نعبيه أو نحن لازم نعبيه حتى نقطع الطريق على الشيوعية والسوفييت بعد 3-4 القرن من الاستقلال اتحولت الأوطان تبعنا لشو لرجل مريض المرض ناجم عن شو عن عدم وجود مشروع وطني خاص بكل الدولة من هاي الدول التعيسة ما عندك مشروع وطني انت متقلف وما عندك مشروع تبني دولة وطنية محترمة إذن هون صار في فراغ أنه في حد لازم يجي يعبي هذا الفراغ من إجا طبعا إسرائيل إجت من هداك الوقت من سنة 1948 وبلشت تبني حالة في هاي المنطقة مدعومة من الغرب ومن أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول الأخرى وإجاب المشروع الإيراني إمتى إجا بعد 1979 إجا المشروع الإيراني لينافس المشروع الإسرائيلي في المنطقة ونحن طبعا هون صارت على أرضنا هاي الأمور كلها أو الصراع أو الخلاف على النفوذ على أرضنا نحن أنا مهما حاولت تكون دبلوماسي وأنيق في كلامي في ناس بدون يزعلوا مني السبب هو الصراحة بصراحة الحكام اللي تعاقبوا على حكم بلادنا من أيام الخمسينات من القرن الماضي إلى الآن سيئين والشعب أو الشعوب تبع المنطقة تبعنا مش ولابد عمقول مش ولابد حتى ما أقول إنه شعوب غبية مثلا ما حلوين أقول عن الشعوب غبية لكن من أهرنا نحكي حكاموا شعوب هاي المنطقة أو هاي البلاد خلال ثمانين سنة اللي فاتت تركوا قضايا بلادهم كل واحد منهم ترك قضيته وقضيت بلادهم وراحوا يحاربوا إسرائيل من شان ينصروا فلسطين هذا اللي صار وإذا كانت الأمور تأخذ بنتائجها مو بتفاصيلها يعني ترك التفاصيل على جنب اللي النتيجة شو بنقول إنه ما استطاعوا يبنوا دول حديثة محترمة ولا قدروا ينصروا فلسطين وكل ما حاربوا إسرائيل بتزداد إسرائيل قوة ومساحة وصلابة والأهم من هذا كله والأخطر من كل هذا الشي دخول المشروع الإيراني التوسعي المتقلف على الخط واستدامه بالمشروع الإسرائيلي وين على أرضنا وهذا الشي خلانا نتراجع ونتقهقر ونندحر أكتر من السابق ومع ذلك بتلاقينا عم نطول ومنقصر ومنقول انتصرنا ومندبك في الوقت اللي لازم نقمو طرسنا ونبكي القسم الثاني من الفيديو السؤال إمتى رح يوقف إطلاق النار أنا بقول أنه بوقف في حالة وحدة اللي هي انتفاء أي تهديد من قبل حزب الله لإسرائيل في المدى المنظور في خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي مثل ما أنا وفي معارضة لنتنياهو في الداخل في الداخل الإسرائيلي حتى في الصفوف اليمين الإسرائيلي اللي هو بنتمي إله ولكن الشي اللي بيجتمع عليه كل الإسرائيليين بكل فئاتهم وبكل مكوناتهم هو ضرورة تحقيق الأمن لإسرائيل يعني رغم الصراعات الداخلية البيناتهم اللي فيه نحن عندنا ناس محللين بيقعدوا بيقول لك في خلافات وبكرة بدي حاكم نحن ما بهمنا نتنياهو أنا ما بقول أنا بتوقع ما يحكمه وبالعكس يعتبروه بطل قومي هن ما بهمهم أنه يمين ولا يسار هن أصلا مين من تخبه الشعب الإسرائيلي هو اللي انتخبه ووصله وممكن يساوه بالأخير بطل قومي هذا ما بهمنا نحن بهمنا أنه الوقف تبع أطلاق النار هو بيفيدنا أنه لأنه لبنان مثل ما نكون شايفين اتهدمت وصار فيه مليون لاجئ ضمن عب يدوروا على مكان يناموا فيه بهالشتة بهالبرد بهالزمهارير ضمن الأراضي اللبنانية وعلى فكرة أنا نزلت على تويتر مبارحة على منصة اكسي كمتل بيسموها تغريدة حكيت فيه أنه اللبنانيين بيميزوا بين حزب الله اللي هو معادي للبنان واللي هو سبب للبنان خسائر كبيرة وبين هذا الشعب المسكين اللي طلع من بيوته وتهجر فبلشوا الناس خاصة الطائفين يقولوا لي أشوفها ماكو ما بتعرفوا هدول الشيعة وهن حاضنة شعبية يا أخي حكوا بالشيء الإيجابي بالشيء اللي بيفيد أنا اللي عب بسمعه من تصريحات اللبنانيين واللي عب شوفه يوميا عب يقولوا دائما أنه نحن ما نضد هدول الأهالي هدول لبنانيين وبالأخير أنه حتى لما بيعبلوا أحزاب شيعية على أساس شيعي وبيشتغلوا بشكل سياسي وكذا نحن ما نضد وحتى ممكن نتحالف معهم وإلى آخرين ومنقاويهم وأهلا وسهلا بيجي واحد طائفي موتور بدي أقول لك لا هن شيعا ونحن يا أخي هاي قصة نحن شيعا ونحن سنة وصلتنا لطيز البشرية وما بقى بتحلوا عننا ما بقى بتتركوها المهم الهاجس الأساسي لكل مكونات الشعب الإسرائيلي إذن هو تحقيق الأمان لكن هل عملية السلام المحتملة سهلة مع العربي يعني مع المحيط العربي عندك سعودية مثلا إيش بتقول بتقول نحن نشترط أن تقترن عملية السلام مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية وهذا شي حلو يعني فيه مثل ما تقول نواية حسنة لكن هلأ إسرائيل ممكن نتواجهك بسؤال نحن هون عم نحكي السياسة ما عم نحكي لصالح أحد الأطراف السؤال هو وهاي الدولة الفلسطينية اللي أنتو بتكون ياها شو رح يكون نوعها يعني هل هي ستكون دولة مسالمة ولا بدا تعيد إنتاج منظمة اسمها حماس أو ما يشبه حماس يعني إذا حماس راحت انتهت من تاريخ فلسطين كله أنتو اللي بتكون تعملوا دولة بتكون ترجعونا ناس يعملوا أنفاق تحت الأرض ويجهزوا حالهم مشا إما ما صح حالهم يفوتوا يعملوا عملية يقتلوا ألف ويقسروا ألف وما بعرف إيش هذا هذا الشيء إسرائيل أنا بقول ما بتسمح فيه ولا أتوقع أن تقبل بإقامة دولة فلسطينية بشكل من الأشكال أنا بشوف أنه توقيت الحرب اللي خاضطها إسرائيل كتير كان مناسب إلا لأنه في نهاية لحكم بايدن وبدء معركة انتخابية استمرت هلأ صلى شهرين أو أكتر خلال هالفترة أنجزت قسم كبير من ضرب البنى السكانية والبنى التحتية والبنى العسكرية والبنى الاقتصادية لحزب الله وقتلت عدد كبير من المقاتلين وعملية الاجتياح البري صارت وشيكة لأنه هن إمتى بيقدموا الاجتياح البري لما بيحسبوا أنه مستوى الخسائر اللي ممكن يمنوا فيه إذا دخلوا رح يكون في الحد أو في الحدود الدنيا ولسه الانتخابات بخمسة الشهر بعد خمسة أيام وبعد ما ينجح إما بايدن عفوا بعد ما ينجح ترامب أو كامالا هاريس لعشرين واحد الفين وخمسة وعشرين ليستلم مهامه بشكل رسمي إذن كمان ممكن يستفيدوا من هاي الفترة لتحقيق أكبر كمية ممكنة من الانتصارات في هاي الحرب اللي هني ما اعتبرنا باعتقادي أنه رح تكون حرب أخيرة لأنه بعد هاي الحرب بيكون الجميع أنهكوا وما بقى في حدا عنده مقدرة أنه يحارب إسرائيل اتلقت حسب بعض الإحصائيات أكتر من مئة مليار دولار مساعدات بهاي الفترة هاي من عدل أسلحة اللي بتجيها من أمريكا ببلاش بينما اللبنانيين عبي يقلع خسائرهم تقدر إعادته إصلاحها بـ 35 مليار واللي إجاههم 600-700 مليون من هذا مؤتمر باريس اللي صار يعني نصف مليار تقريبا أو خلينا نقول إجاههم مليار ولذلك نحن لما منشوف خصمين عبي يتصارعوا منشوف إينا هو القادر على البقاء والاستمرار وليس اللي مهزوم واللي ما بيحسن يطلع بيده الشي شو هو الشي اللي ممكن يفيدنا نحن من هاي الحرب أنا بقول بند واحد هو الفهم إذا صرنا نفهم وعرفنا ناخد الدروس مما جرى ويجري منستفيد وإذا رجعنا لعادتنا القديمة وهي استعدادنا لأنه ناكل خمسين كف عغفلة فما بيعود ما بكون استفدنا الشي أخيرا أنت مثل ما بتعرف النظامير نوعين النظامير في عندك النظمور الإخواني يعني صاحب نظريت المؤامرة الإخواني وعندك النظمور القومي البعثي هذا الأخير شو بيقول القومي البعثي بيقولك إنه كل البلاء اللي حل في منطقتنا هو مين مين وراه بريطانيا لأنه بريطانيا عطت لليهود في سنة 1917 وعد اسمه وعد بلفور تمام إذن هي ليش عطت لليهود لأنه هي ضد العرب ما نمع العرب طيب أشو رأيك إنه في 1916 يعني قبل ما تعطيهم لليهود وعد إنه يعملوا دولة عطت للعرب وعد يعملوا دولة الشريف حسين ابن علي اللي كان والي على الجزيرة على الحجاز وهو من جماعة الهاشميين يعني في سنة 1916 بريطانيا عطدته موعد أو وعد إنه يروح يعمل دولة دولة عربية مثل ما دولة يهودية دولة عربية وعملوا ثلاث محاولات لإقامة هاي الدولة وكلهم فشلوا شايف شلون أول محاولة إجا فيصل ابن الحسين على دمشق وأقام دولة استمرت 22 شهر لما أجوا الفرنسيين بقيادة الجنرال غورو بشهر سبعة 1920 دحرهم لجماعة فيصل واستولوا الفرنسيين على الحكم اللي كانوا هني متفقين سايكس بيكم متل ما بتعرفوا عملوا الحكم وين في العراق عبد الكريم قاسم بـ 14 تموز 1958 أعلن الجمهورية وقضى على النظام الملكي مين ضل ضل عندنا المملكة الأردنية الهاشمية وهلأ مثل ما نكون شايفين هي دولة صغيرة وليست قوية والإخوان يرتعون فيها الإخوان المسلمين بدليل أنه ربحوا الانتخابات البرلمانية الأخيرة بانتخابات حرة ونزيها أنا كتير أنا بحب هذا هاي البلاد تبعنا اللي ما بتعرف شو هي الحرية ولا النزاهة بيقولولك عملنا انتخابات حرة ونزيها وانخلي يا هلالي السيد أحمد أنت يعني أصريت على أنه تسألني إلي موقفي شخصي أنه ليش هيك علما أنه في ناس مثلي عندهم نفس الإمكانات أو أقل ممكن اشتغلوا في مشاريع أخرى وهي مشاريع غير وطنية وحققوا مكاسب كبيرة هو يعني الجواب بسيط جدا أنه أنت عندك خيارين يا بتربح نفسك وكرامتك وبتربح بلدك يا بتخسر الكل وبتربح المال أنا ما لازم نمال هاي أولا وطول عمري بتخلي مال وبروحه وبنفقه بدون بدون ما يكون عندي يعني خطط لبناء شيء أو شراء شيء أو يكون عندي أموال وما بعرف إيش هاي أول شيء تاني شيء أنا بقول أنه السورية السوريين فينهم يعملوا مشروع لما حكينا نحن في الفيديو أنه معظم الناس أو أبناء منطقتنا ما بيحسنوا ما عندهم مشاريع ولذلك عبيروحوا بين الأرجل عبيروحوا فرق عملية الآن السوريين عندهم فرصة ذهبية وتاريخية إذا استغلوها ممكن يعملوا دولة محترمة جدا الآن ينطلقوا كلهم تحت شعار واحد أو هدف واحد هو استعادة السورية على أن تكون سوريا دولة علمانية ديمقراطية الآن أي مشروع أي فكرة أي تجمع بنعمل على أساس ديمقراطية بنفتح عليه أبواق الإخوان المسلمين بروس وبلاروس وفي عندك القومجيين والليبراليين اللي بيشتغلوا بزنس عند القوميين أو عند الإخوان أو عند الطرفين كلهم بيوقفوا ضد أي مشروع علماني الديمقراطي هلأ مثال أنا أضرب لك مثال من كم يوم صار في بروكسل تجمع للديمقراطيين السوريين برعاية من منظمة حقوقية دولية لأنه لأنه مشارك تنظيم مسد اللي هو مجلس سورية الديمقراطية لأنه مسد فيه بقلب كرد قاموا الإخوان المسلمين والقومجيين العرب ضد هذا المشروع كله كل المشروع هاجموا لأنه فيه كرد هلأ بيقول لك نحن بتسألهم كلهم هذول الناس أنه ليش خيوا شو الكرد شو مش كلتك معهم بيقول لك الكرد انفصاليين علما أنه كليات انفصاليين اللي عملوا ما يسمى المحرر شمال سوريا عملوا دولة انفصالية متعصبة اسمها المكون السني وعملوها حولوها إلى السجن بحيس أنه المواطن اللي عايش في هاي المنطقة ما بيحسن يطلع ولا يحسن يفوت ولا حدا يحسن يجي لعنده ولا بيحسن يروح عند حدا حتى لو كان بيبعد هذا الحدا من أهله هو بيكون عنه عشر كيلومترات أو خمس عشر كيلومتر يعني انت اليوم إذا قاعد في مدينة السرمين اللي هي في المحرر وشرقيتك سراقب تابعة لنظام بيناتهم ستة سبعة كيلومتر إذا بيك تروح من هول لهني بدك تضل ثلاث أيام بيك تروح دورة طويلة وبالأخير توصل لحلب ومن حلب تجي على سرائب ليش لأنه هدول هنمان انفصاليين بيقلك الكرد انفصاليين طيب هدول مجلس سوريا اسمه الديمقراطية عايب يدعو لوحدة السورية ووحدة القوى الديمقراطية في السورية طيب تحسن فهمني ليش معظم السوريين بلشوا يشنوا حرب عليهم لأنه نحن عم نزاحم بها الحالة نحن الديمقراطيين الذين نسعى من أجل بلدنا ومن أجل إقامة مشروع للسورية المستقبلية مشروع نحسن نروح لعند العالم نحن الآن إذا تبنينا مشروع علماني ديمقراطيين قلو للعالم يا أخي أنتوا أخذين فكرة غلط مو أنتوا عبتقولوا خايفين أنه يجو القوى الداعشية تستلم محل الأسد لا في عندك مجموعة قوى ديمقراطية اللي هي كذا 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 وكل ما لهذه القوى عبتكبر وبصير إلى وزن هداك الوقت نعم بصير عنا شيء لسوريا لكن المشكلة وين المشكلة أنه أكبر قوة منافسة للنظام على الأرض الآن ومن زمان هي قوة الإخوان المسلمين وهي مدعومة على مستوى العالم لأنه التنظيم الإخواني اللي طلع من مصر تحول فيما بعد مثل ما بتعرفوا إلى تنظيم عالمي وصار عنده أموال كثيرة وصار عنده مراكز سقل على مستوى العالم كله ولذلك ما يزالون هن القوة الأكبر وهي القوة مو بس الأكبر هي الأخطر على مستقبل سوريا ترجمة نانسي قنقر